نحن هنا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بالتأكيد هذا هو مربع سكن جديد تقصفه إسرائيل عشرات المنازل الآن تم تدميرها على رؤوس أصحابها وهناك عديد من الشهداء تم انتشالهم ولكن العدد الأكبر ما زال موجودا هنا تحديدا تحت الأنقاض نتحدث عن مربع سكن من عشرات المنازل كما نلحظ دمرته آلة الحرب الإسرائيلية على رؤوس أصحابه دون أن تكترث بالأطفال أو النساء المعلوم بأن معظم من يتساقطون في هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وهذا الإرباك هم نساء وأطفال مدنيون عزل كانوا نيام داخل منازلهم أتت الطائرات الحربية الإسرائيلية قتلت كل شيء هنا كل من كان في هذا المكان قصف بقنابل تتساقط على منازل الآمنين هنا في غزة دون أي رادع لكن إسرائيل ما زال تتعدى على كل القوانين الدولية إذن هو مشهد دام جديد على غزة هذا المشهد بالتأكيد ما زال يلقي بظلاله على الوضع الكارثي هنا في غزة سأحاول أن أتحدث مع الدفاع المدني الذي يبدو أنه فقد السيطرة على الوضع في ظل القصف العشوائي والمتزامن لعشرات المنازل حتى في مربعات واحدة وفي محافظة واحدة وبالتالي العمل بالتأكيد بات مربكا يعطيك العافية تحكينا أولا كيف تتعاملوا مع هذا الوضع نتعامل مع الوضع حسب ما بنوصل للمكان بنتعامل معه بدون معدات بأجسادنا البشرية بواقل ما في الشيء كبشات في الشيء سلط قضى بينفذ من الدفاع المدني يعني بدون أي مقاومات بنشتغل فيه أجسادنا الشباب بشتغل بطرق بداية جدا جدا طوارئ كريكات يعني زينا زي الناس تقدروا يعني تصلوا لكل الشهداء اللي تحت الآن طبعا أكيد لا يعني الالغام اللي بتضربها أكثر من صاروخ ضمر حي كامل هنا تقريبا فيه 14 بيت وال14 فيه البيت مليان مؤهل في السكان وهي اللي زي ما تشايفها عراء هني زي ما قلوها في العين هنا فيه لسه حتى الآن تحت الآن قاد مشتغلين يطلعوهم لأنهم أعمل زي بقوله والسقوفة فوقيهم وفيش عالنا معدات كافية زي ما بيحكوا يعني فيه مدخل دخل لا فيش معدات حتى الدفاع المدني يقوم فيها الحقيقة يعني المشهد هنا صعب وقاسي وهو مشهد يلخص حجم الجريمة الإسرائيلية التي تمارس الآن بحق المدنيين العزل في قطع غزة هذا الذي يجري الآن هو يعني يأتي في إطار حرب الإبادة التي تمارس إسرائيل بحق الأبرياء في غزة أكرم دلول غزة الميادين